قصة متعلقة بواحد من نجوم النادي الاهلي كمان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي واحد من اهم محبوبي وعشاق جماهير الاهلي والحديث هنا عن ابو تريكا لو تفتكروا حضراتكم وانا لا ازكي نفسي يعني لا احد يزكي نفسه على الله لكن لو تفتكروا حضراتكم انا من حوالي سنتين وانا بطالب الدولة المصرية باتخاذ موقف واضح تجاه النجم المصري الكبير الخلوق محمد 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 ابو تريكا وقلت مش دفاع عن ابو تريكا بس قلت توضيحا الى الموقف يا جماعة ما ينفعش حالة اللابس تفضل متواصلة طول الوقت مع ابو تريكا هو ارهابي ولا مش ارهابي هو اخواني ولا مش اخواني هو مجرم ولا مش مجرم هو مدان ولا مش مدان هو مخالف للقانون ومش مخالف للقانون اللغة واللبس اللي كان حصل دا الحقيقة مكنش صح خصوصا لما يحصل معه واحد من اكثر اللعيبة اللي خدموا مصر وخدموا النادي الاهلي على مدار تاريخهم والاكتر واحد جمهور الاهلي بيعشقوا ومش عايز اقوله جمهور الاهلي بس جمهور الزمالي جمهور الاسماعيلي جمهور المصري قلمة ما تلاقي حد يجمع عليه كل جمهور الاندية حبا نظرا لاخلاقه وانتماؤه وكمان البطولات اللي اهداها لمصر ابو تريكا شارك في الثلاث بطولات بتوع 2006 2008 و2010 وكان عنصر رئيسي في الفوز بيهم ثم طبعا بقى حدث ولا حرج عن البطولات الكثيرة جدا المحلية والافريقية اللي ساهم في دخولها الى دولاب بطولات النادي الاهلي فبالتالي ابو تريكا كان لازم نعرف الوضع الحقيقي له ايه وطالبت الدولة قلت لهم احسموا امر ابو تريكا يعني ما اطلعوا عليه دليل ادانة فنسكت خالص ونقول الوطن اهم وساعتها بقى مش الاهلي فوق الجميع لا مصر فوق الجميع حتى لو كنا بنعشقه ياما لو معلهوش ايدانة ومرتكبش خطأ وما مقولش عمليات ارهابية وما ساعتش الاخوان ومعملش مش عارف ايه يبقى نقول ان هو بريء وشريف ونحطه على رأسنا كان من انا بقول لكم ده سببوا ايه نهاردة سببوا انه في توصية من نيابة العامة صدرت بالامس توصية لسه مش قرار هي توصية مش ملزمة بس غالبا غالبا النيابة ابتقد بيها توصية من نيابة الاموال العامة صدرت بالامس توصي برفع الحجز عن اموال المواطن المصري محمد 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 ابو تريك تعرفين ان امواله كان محجوز عليها في البلوك خلال الفترة اللي فاتت نظرا للاشتباه في انتماؤه لتنظيم الاخوان واشتراكه في بعض الاعمال وكذا وكذا التهم اللي سيقت ضد ابو تريك خلال الفترة اللي فاتت بعد الخبر ده مباشرة ابو تريك كتب على حسابه على تويتر كتب اعوده قريبا وحاطت فوق على مصر كاتب كده اعوده قريبا وكاتب فوق على المصطعفين طول الفترة اللي فاتت ابو تريك موجود في قناة الجزيرة الرياضية اللي هي البي ان سبورتس بيحل المباريات الدولي الانجليزي وما الى غير ذلك ويمرجعش مصر طول الفترة اللي فاتت لدرجة حتى ان محمد هنيدي نجمينا الجميل كتب له قال له ايوا بقى وحشتنا ابو تريك ارجع ونور بلدك فابو تريك قال له هرجع وجهز نفسك عشان اقلبك في البلاي ستيشن ومش عبق ايه وعده يهزره مع بعض لكن انا واحد من الناس اللي فيه منتهى منتهى السعاد منتهى منتهى السعاد ان ابو تريك هيرجع لبلده وانا بقولها هو بشكل واضح دون دفاع او انهجوم انا طبعا قلبي قلبي وعواطفي ومشاعري تميل لابو تريك قلبي مش قادر يكرهه وانا بقولكم منتهى الامانة مش قادر ازعل منه الا لو ثبت ايدانته في حاجة الا لو ثبت ايدانته في حاجة قلتها هو بالفم المليان فبقولها هو يرجع ابو تريك وينور بلده ويرجع لمحبيه واصدقائه ولو عليه حاجة بلده تاخد حقها لو معلوش حاجة نضرب له تعظيم سلام ونقول له حللت اهلا ونزلت سهلا في بلدك وفي وطنك وعفى الله عما سلف يا نجم يا خلوق يا محترم